السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زي حضراتكم عاملين ايه ربي دايما تكونوا بخير ومعنا النهاردة فيديو جديد وخبر جديد بس يا ريت قبل من نبدأ خبرنا من ننساش نعمل لايب وكمان نشترك في القناة علشان يوصل لنا كل جديد من الفيديوهات خليكم دايما فاكرين الشعار ولا تدور ولا تحتار ادخل على القناة على طول وانت هتعرف كل خبر جديد ان شاء الله خبرنا النهاردة بيتكلم عن خطوبة مريم عامر مونيب والموغة من انتقادات عن اللزوم وصير جدا 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 والناس متعودتش عليها بنت عامر مونيب تعمل كده فاضع اعراضها للموجة من انتقادات كبيرة جدا الناس قالت ان عامر مونيب شخصية محترمة وبنته طول عمرها محترمة فازاي تلبس فستان قصير كده وججر امانها زيادة عن اللزوم ومش كده وبس كمان ولكن المبالغ الطائلة اللي اتصرفت في الفرح ان هو في الجونة والالعاب النارية صرفت عليها مبالغ كبيرة جدا فقالوا لها ده بذخ وده حرام وما ينفعش وكمان مش بس كده ده كمان عريس معيها طول الوقت كان ملفت للانظار وطريقتها ورقصها كانوا اوفر جدا هي وعريسها والناس اتقلت ده كمان وقالوا يا جماعة احنا في بلد شرقية ما احناش في بلد اوروبية وكمان دي خطوبة ما هياش جوازة فعرضت الروحها لموجة من انتقادات كبيرة والناس قالت مش ممكن بنت عامر مونيب تكون دي او تعمل كده طول عمري كماري مش معودانا على كده ولا على الاسلوب ده ولا على الطريقة دي وكمان شعرها الناس انتقادته لانه يعني كان شكله مش حل وطول الوقت عملة ترجع فيه وتقدم فيه كانت مشغولة جدا بيه وكمان الساعة اللي كانت في ايديها وزي ما الناس انتقلت ده اشادت جدا بالدويتو اللي حصل ما بينها وما بين عريسها كان جميل جدا وهما الاتنين غنوا فيه كان شكله جميل وكان الدويتو رائع ما بينهم ونتمنى لها التوفيق ان شاء الله ونشوفكم على خير في فيديو جديد وخبر جديد والسلام عليكم ورحمة الله